السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي تلاميلي الأعزاء اليوم سنتطرق لدرس التكاثر اللاجنسي عند النباتات صفحتين 54-55 المنير في النشاط العلمي للمستوى الخامس ابتدائي إذن الهدف التعلمي من هذه الحسة هو أتعرف وأصف الطرق التي تعتمدها النباتات في التكاثر اللاجنسي إذن نبدأ بوضعية الانطلاق ألاحظوا أتساءل لاحظت كجمولة في أحد المشاتل عددا كبيرا من شتلات الزيتون وتساءلت عن مصدرها إذن كنلاحظوا الصورة كيمتلنا كنشوفوا فيها بعض شتلات الزيتون إذن هذه النباتات تكون في طور النمو تسمى شتلات إذن فتساءلت عن مصدرها إذن التساؤل هو ما مصدر شتلات الزيتون يعني مين كنجيبها الشتلات الصغيرة هذه ما مصدرها إذن ربما مصدرها من أشجار الزيتون إذن قدروا يكونوا هادو أجزاء صغيرة من من الأشجار الكبيرة ديال الزيتون كنناخد أجزاء من شجرة الزيتون ونقوموا بغرسها ونقوموا بغرسها إذن ما مصدر شتلات الزيتون ربما أجزاء من شجرة الزيتون تم غرسها من جديد يعني خذينا أجزاء من ديك الشجرة ورجعنا غرسناها من جديد إذن تأكدوا من هاد الفردية هذا من خلال النشاط الأول بهدف تعرف بعض طرق التكاثر عند النباتات نقترح الجدول الآتي إذن هنا عدنا طرق ديال التكاثر وعدنا الصور يعني كنلاحظوا الطريقة ونخرجوا باستنتاج إذن غد نملؤها الفراغات هذه عدنا هنا بعض الفراغات غد نملؤها بهذه الكلمات هذه اللي عدنا في هذه الصفحة هذه إذن أتمموا الاستنتاجات الواردة في الجدول مستعملة الكلمات أو العبارات الآتية بصلتين، أغسان أفقية، غصن مورق، طمر جزء من النبتة، وبرائم إذن هذه الكلمات هذه قد نملؤ بها الفراغات اللي عدنا في الاستنتاجات إذن نبدأ بالطريقة الأولى ديال التكاثر هي طريقة الجدمور إذن التكاثر عند النباتات بواسطة الجدمور إذن كنلاحظوا في الصورة إذن الجدمور هو هذا الجدور هذي اللي على شكل أفقي التي تنمو أفقياً داخل التربة شتي كنشوفها ماشي هكا أفقياً عكس الجدور اللي كتكون يعني مغروسها في التربة ومثبتها بشكل عمودي هذا الجدمور كيكون على شكل أفقي إذن كيمشي واحد الجدمور هكا تحت التربة وكتنمو من خلاله كتظهر عليها بعد شنو هذي؟ هذي براعم صغيرة ويظهر عليها براعم إذن تتوفر بعض النباتات على جدمور اللي هو هذا ينمو بشكل أفقي داخل التربة ويظهر عليها شنو كيظهر عليها؟ براعم قادرة على إعطاء نبات جديد إذن هذي البراعم هذي اللي كتخذ رجم هذي الجدمور هي اللي كتعطينا عودتاني نبات جديد إذن هذي تسمى بتكاتر اللاجنسي عند النباتات إذن هنا براعم تظهر عليها براعم قادرة على إعطاء نبات جديد إذن عودتاني غاد يكون هكا عودتاني غاد يبقى هكا غاد يدك الجدمور بشكل أفقي عودتاني غاد يدهر براعم جديد ويعطينا نباتة جديدة إذن الطريقة الثانية هي بواسطة الباصالات هنا فصل الشتاء كنشوفو يعني الباصالة يعني تحت التربة هنا فصل الرابعة كتبدا كتنبات وكتعطينا نباتة جديدة إذن تقضي بعض النباتات فصل الشتاء داخل التربة على شكل مادة راعدنا في الكلمات على شكل الباصالة كتبقى تحت التربة فصل الشتاء على شكل الباصالة تنبت في فصل الرابعة لتعطي نباتة جديد وهالطريقة كتسمى بالباصالات نمر الطريقة الثالثة بواسطة الساق الهوائية إذن الساق الهوائية هي الساق هذه اللي كتمشي حتى هي يعني أفقيا تظهر فوق التربة ماذا؟ أغسان مورقة أو أغسان أفقيا بلوتو هذه الساق الهوائية تظهر فوق التربة أغسان أفقيا انطلاقا من الساق الأصلية كنشوفوا الساق الأصلية هي هادي دي النبتة كتتخرج منها واحد واحد الغصن أفوقي كيمشي بشكل أفوقي بعد أن تلمس التربة تظهر عليها جذور هات الساق هادي مني كتبت على التربة وكتلمس التربة كتبدأ يعني كتشد في الأرض كتدير جذور ديالها في الأرض عاوثاني كتعطينا واحد نبات جديد عاوثاني دي النبات الجديد انطلاقا عاوثاني من الساق دياله كي يخرج لنا من الساق بحال هكا واحد الغصن أفوقي عاوثاني كيمشي بشكل أفوقي إلى أن يلامس التربة فيعطي يعني كتعطينا واحد الجذور كتنبتع لها واحد نبات جديد إذن هذه تسمى بطريقة الساق الهوائية نشوفه بواسطة الترقيد شنه هو الترقيد يتم شنو كنديرو هنا شنو كتشوفه تحت التربة يتم طمر جزء من النبتة إذن هذا جزء من النبتة تم طمره تحت التربة يتم طمر جزء من النبتة يتم طمر جزء من النبتة في التربة حتى تتشكل الجذور إذن كان نأخذ هذه النبتة الأصلية الكبيرة كان نأخذ واحد جزء منها وكان طمره يعني كان نردمو عليه التربة كان نغطيوه بالتربة إلى أن تتشكل الجذور هاي الجذور كتبدأ كتدير الجذور ديالها تسمى في الأرض في التربة ومن يكتدير الجذور أعاد يتم مفصلها إذن كتقاغيها كمغطية بالتربة حتى كتبدأ الجذور يتم مفصلها عن النبتة الأصلية إذن كان قطعوها بحالة لغة تتقول كان قطعوها فنحصل على نبات جديد هاي الجذور هوا وعطتنا نبات جديد إذن هذا هي طريقة الترقيد كان نأخذو جزء من النبتة الأصلية وكان نرقدوه في التربة حتى يعطينا الجذور من يكيدير الجذور دياله كيشد في الأرض مقدروا نقطعوه ودك الساعات كتعطينا نبات جديد بعد نمو السقو الأوراق كنشوفو هنا كيكبر السقو دياله وكتعطينا بينسور الأوراق إذن هذه الطريقة يعني من طرق يعني التكاثر عند النباتات طريقة الأخيرة هي بوسطة الإفتسال شنه الإفتسال إفتسال هو يتم مقطع ماذا؟ كما كنشوفو هذا غصن هذا غصن ولكن شنو فيه الأوراق إذن غصن مورق يتم مقطع غصن مورق من النبتة وغرسوه في التربة بعد مدتين تنمو الجذور ونحصل على النبتة كاملة من بعد واحد المدة حتى هي كتديرنا الجذور إذن تنمو الجذور ديالها عاد كتبدأ تعطينا كنحصل على نبتة جديدة هذي هما طرق تكاثر عند النباتات وهالطرق هذي منها ما هو طبيعي ومنها ما هو غير طبيعي أو بتدخل الإنسان إذن مر السؤال موالي إذن أصنف طرق تكاثر لجنسي الوالدة في الجذور إلى طرق طبيعية وطرق بتدخل الإنسان إذن من بين طرق طبيعية عادنا الجذمور فهو طريقة طبيعية يعني ممكن تدخلش فيها الإنسان عادنا البصالات حتى هي طريقة طبيعية وعدنا أيضا الساق الهوائية حتى هي طريقة طبيعية لتكاثر النباتات بالنسبة للطرق التي يتدخل فيها الإنسان هي اللي كيشد النبتة وكيردمها في التربة هذي يعني بتدخل الإنسان إذن الترقيد فهو بتدخل الإنسان يعني ما يقدرش هكا نبتة تترقى دراسها براسها في التراب وتغطي راسها إذن الترقيد بتدخل الإنسان وأيضا الإفتسال قطع جزء من النبتة وغصن مورق وغرسه في التربة فهو بتدخل الإنسان إذن الترقيد والافتسال من تدخل الإنسان إذن النشاط الثاني لمعرفة طريقة نمو نباتات جديدة انتلق من الجدمور نقترح صورتين تمانية وتسعة اكتب كل اسم في مكانه المناسب إذن لدينا جدمور جذور برعوم نبات جديد إذن الصورة الأولى نشوفه فيها نشوفه في هذا الجزء هذا هذا الأبيض اللي يجي هكا بشكل بشكل أفقي هو الجدمور قلنا الجدمور تنمو بشكل ينمو بشكل أفقي إذن هذا الجدمور هذا اللي فوق منه هذا هو الجذور هذه الجذور الأصلية هذه الجذور الأصلية هذا الجدمور وهذا شنا هو هذا هذا اللي خارج منا هو البرعوم هذا اللي يعطينا نبات جديد ونشوفه السهم هنا يا هذا البرعم يعني يكبر وعطينا نبات جديد إذن الجذمور هذا والجذمور عدنا هذا الجذور وعدنا هذا برعم والبرعم يعطينا نبات جديد إذن نمروا الاستنتاج ماذا نستنتج استنتجوا دور الجذمور عند هذا النوع من النابات إذن هذه النبات التي توفر على الجذمور فما دور الجذمور؟ الجذمور هو دوره هو إعطاء نبات جديد عن طريق البرعم هذا الجذمور يعطينا نبات جديد عن طريق البرعم هذا هو الدور أدياله إذن إعطاء نبات جديد عن طريق البرعم نباتات جديدة نطلق من البرام الثاغر تبين الرسوم التالية مراحل نمو زهرة الزنبق غير مرتبة المراحل نمو زهرة الزنبق غير مرتبة المرحلة الأولى هي الزنبق الزنبق غير مرتبة الزنبق غير مرتبة المرتبة للتطورق من بعد الزنبق نمو زهرة الزنبق الزنبق ترتيب د ب س أتمنع دورة حياة هذه النبات إذن قلنا دورة حيات النبتة إذن هنبدو من ناعدنا D تليها B تليها C وتليها A مرة الأستثمار تعلماتي تتكاثر جميع النباتات بواسطة البصالات والجميع النباتات عندهم طريقة واحدة التكاثر بالعكس إحنا شفنا طرق متعددة في الجدول دينا إذن خطأ كالبصالات كالترقيد كالإفتسال كالجدمر إذن يسمح الجدمر للنباتات التي تتوفر عليه بدهور نبات جديد إذن النباتات اللي كيكون عندها الجدمر اللي هو ديك الجدر الأفقي كتسمح لها بدهور النبات الجديد صحيح تسمح السقل هوائي بإنتاج أوراق النبتة فقط إذن السقل هوائي قلنا ديك الغوص الأفقي اللي كيمشي هكافة أفقيا إلى أن يلامس التربة من بعد من كي يلامس التربة كيعطينا الجدور كيعطينا نبات جديد وش ديك النبات كيكون عنده غير أوراق خطأ إذن نبات جديد كتكون عنده الساق وكتكون عنده بيناس أوراق وجدور إذن خطأ يسمح الإفتسال للمزارح بالحصول على عدة نباتات ديك النبات واحدة إذن قنا الإفتسال هو قطع وغسن مورق وإعادة غار سايفة التربة إذن كي أعطينا نباتات كثيرة صحيح جميع نباتات ستكاتر بواسطة الجودمور خطأ كما قلنا مشي كل شيء يتكاتر بالجودمور ومشي كل شيء يتكاتر بالبصارات إذن هذه خطأ البولب ريسساط لن لسول pendant الهربر جرجعم أو printم البولب هي البصارة البصارة قد تبقات حتى تربا في الهربر وقد نباتت حتى الربع صحيح إذن هذه جواب صحيح نضيرو فيها على مع لور دو بوتراج شنوال وهو لبوتراج هو الإفتسال او ممت إذن صفة او ممت إذن صفة لنه إذن صفة لنه لنه ستكاترgefتحة لنه لنه التربة إذن صفة لنه نقطع ورقة و نديرها في التربة و نتعطي نبات جديد افتسال هو نديره غصن مورق مش يغي ورقة واحدة ما هو المركوتاج هو ترقيد ترقيد هو وضع واحد الجزء من النبتة في التربة صحيح و نقوم بترقيد من الزق و نضع المركوت و نقوم بترقيد من الزق و نقوم بترقيد من الزق و نتعطي نبات جديدة و ندير ثق و اورق هذا نعم نعم هذه الحصة ديالنا دياليوم. Merci et à la prochaine.